أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي استمرار دور مصر الداعب للسودان ومؤسسات وحدة وسلامة أراضي وخلال اللقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول رقن عبدالفتاح البرهان على هامش حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كادماي في كيجالي أكد عبدالعاطي استمرار اطلاع مصر بدورها في مساعدة الأشقاء السودانيين من جانبه حرص البرهان على نقل تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي وللدور القيادي الذي يطلع به في دعم السودان ومؤسساته الوطنية ورعاية السودانين على الأراضي المصرية معربا عن تقديره لمصر على توفير الرعاية والحماية والدعم للأشقاء السودانيين على أرضهم